تحية طيبة لكم مشاهدين ومتابعين في كل مكان نتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من البرنامج اليوم المباشر بالسنتر والحديث كثير عن مجموعة من المحاور التي تخص المنتخب الوطني تدرون الساحة الرياضية تتحدث عن أجواء منتخبنا الوطني تتحدث عن أجواء دورينا تتحدث عن أجواء التأجيلات التي حصلت بالدور الأراقي تزامنا مع مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب فلسطين كأس الاتحاد الآسوي كثير من الأحاديث موجودة الآن بالوسطى الرياضي وخاصة الحديث الأهم الاحتدام اللي صار ما بين اتحاد كرة القدم وما بين وزارة الشباب والرياضة وهذا الاحتدام وصل إلى الفيفا نقدر نسميه نشر الغسيل أمام الخارج عموما حبات المشاهدين دعونا نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم اللعب الدولي السابق للكابتن بسام رؤوف مساء الخير كابتن مساء الخير عليك سيد هشهم وعلى جميع مشاهدي قناة العراقية الرياضية اختلافات خلافات وهواية مين تحب نبدي ياه منهن من مشكلة الاتحاد والوزارة ما عدنا مشكلة إن شاء الله احتدام صار ما بين الوزارة وما بين اتحاد الكرة بخصوص كثير من الأمور اللي جرت تقريبا بآخر شهر أو شهر ونص ناس تسمي سوء فهم ناس تقول لا هاي تراكمات وبدت الآن تخرج ناس تقول لا لها علاقة بالموضوع الانتخابي هناك انتخابات برلمانية وبنفس الوقت هناك انتخابات لاتحاد كرة القدم يعني موضوع شائك صح بسم الله الرحمن الرحيم اكيد يعني الساحة الرياضية خاصة في هذه الفترة من الوقت تزامنا مع انتخابات البرلمانية وايضا البطولات التي بطولة كأس الاتحاد الاسيوي وايضا نتكلم عن مباراة المنتخب الوطني الودية امام المنتخب الفلسطيني طبعا المشاكل هاي خلال المرحلة الماضية ربما فعلا مثما تفضلت مصطلح احتدمته اصبح صراع يعني كأنما بين صار صراع يعني صار صراع معلن بالضبط ويمكن هاي اسوأ فترة مرت بها العلاقة بين اتحاد القدم وكذلك كوزاء الشباب ورياضة باللغة لا والله هم كانت هناك علاقات غير جيدة يعني اكو كان في اوقات لكن لكن ما تحدث عن ما تحدث عن هذا الوقت انا تحدث عن ما كان كان الوزير السابق جاسم محمد جعفر ايضا كانت هناك علاقات غير جيدة ما بين الاتحاد وما بين الوزارة انا عدي تساؤل ليش دائما هناك يعني هاي الانقول احنا التصادمات بين وزار شباب ورياضة واتحاد القدم اتحاد السبب يعني خلال خلال يعني مراحل يعني ماضية انا اعتقد خلي خلي نعود يمكن الى عدة نقاط اتحادات سابقة انا سميها يعني اتحاد حسين سعيد واتحاد ناجر حمول واتحاد المل عبدالخالغ مسعود بهذه الطريقة اه العمل اللي كان خلال المراحل الماضية اكيد كل مرحلة كانت بي ايجابياتها وسلبياتها وبالتالي السلبيات تراكمت وبالتالي اصبحت عبئ وثقل ربما اي رئيس اتحاد او اي مجموعة تأتي بعد تحتاج لها احتاج لها الى اجاد حلول آنية وليس حلول نقول احنا وفق برنامج وفق خطة زمنية لبناء وتطوير والامور الاخرى التي تتبت عليها صارت اعباء ثقيلة وبالتالي هاي التراكمات اصبحت اه نقول احنا ثقيلة ثقيلة على اسماع حتى الجمهور والمستمعين لان هذا هناك اه اه دخلت بها عوامل كثيرة ومن ضمنها خاصة الجانب المالي عندما يدخل في اي مكان اه اه راح اه تم خلق لك اه ربما شكوك يعني خاصة شكوك اي شكوك يعني ستحتد نقل التلفزيوني احنا تكلم عنه يعني الكثير منهم اه اه خلوا علامات استفهام ليش ما نقل التلفزيوني شلو مشاكل النقل التلفزيوني ليش على سبيل مثال الرياضي العراقي ليش ما جاي تقدر تنقل المباريات الدوري العراقي على سبيل مثال أو المباريات المنتخب الوطني وغيرها من الأمور هناك أطراف على سبيل المثال الاتحاد القدم يتكلم يقول الأموال التي نأخذها من النقل التلفزيون تروح مثلا كمصاريف للحكام على سبيل المثال العراقية الرياضية طبعا أكيد هي أموالها تأتي من وزارة المالية وتخصصات عدها سنوية وهذه التخصصات ربما محدودة يعني ليست كبيرة جدا بحيث تقدر تغطي نفقات عالية المستوى وبالتالي بعض الأحيان تتأخر وبالجانب الآخر يريد ويطالب بهذه المصاريف أنا أعتقد بأنه أكثر المشاكل هي مشاكل مالية ناحية الأخرى نتكلم على المشكلة الحقيقية التي ظهرت خلال المرحلة الماضية هي حقيقة وليدة صراعات قديمة وليس الآن في زمن الوزير السابق مستاذ جاسي محمد جعفر رفعت كتاب من قبل سيد وزير شباب الرياضة إلى السابق إلى المفتش العام اللي كان هو اسمه استاذ جمال عبد الحسن وبالتالي جمال عبد الحسن يعني آخر مرحلته آخر مرحلته كان يحقق فيه المسألة وبعديا تبدل الاستاذ جمال عبد الحسن أصبح مكان الأستاذ حسن العقالي وخلال الفترة الأربع سنوات كان هناك تحقيقات في هذا الموضوع اللي هو كانت بطوة الخليج ومصارف صرفت أكثر من خمسمائة مليون وكثير من الأمور هذه المصاريف الخمسمائة مليون كان يقول لك بأنه أنت العراق كان مضيف وعندما كان مضيف هناك أبواب للصرف وهاي أبواب الصرف ربما صار تجاوز عليها بأبواب أخرى ربما والسيد وزير الشباب برياضة الحالي عندما رفعت إلى هذه القضية حولها إلى المفتش العام كان يحقق بيها وبالتالي حاول بشدة الطرق يجمع بين حتى اجتماع يمكن طالب باجتماع بين السيد رئيس الاتحاد ملي عبد الخلق مسعود معه المفتش العام في سبيل إيجاد نقول لحنا لغة شفافة في التحاور وحل المسألة قانونيا لأن هناك أيضا وزير شباب برياضة مطالب أو مساءل بأنه يجب أن يأدي واجبة إذا كان هناك خرق غير صحيح أو غير قانوني وبالتالي طول هذه الفترة يمكن حتى يعني أنا أعتقد بأنه الوزير شباب برياضة كانت ممتازة في التعامل مع اتحاد القدم من هذه الناحية والدليل بأنه المدير المدير القانوني لوزير شباب برياضة أستاذ عادي طاهر كفل أعضاء الاتحاد عند النزاهة وهذا دليل بأنه يريدون يريدون بأنه الصورة صور واضحة وقانونية وما يكون هناك يعني هذر بالمال العام وبالتالي الوزير هو مطالب بين الحافظ على المال العام لكن أستاذ بسام يعني ليش بهذا التوقيت يعني القضية كانت يعني أنا أقول لك ليش بهذا التوقيت يعني تدري أنه انتخابات البرلمانية رح تكون بعد كم يوم انتخابات اتحاد كرة القدم تكون يوم 31-35 الصراع بدأ مثل ما ذكرت ونوهت بداية الحلقة قبل شهر أو شهر ونص صحيح زيان أد ما بدأت انتخابات أو الترشيح لانتخابات اتحاد كرة القدم وبدأت المشاكل ما بين عدنان درجال اللي أول بأنه هو تابع لوزارة الشباب والرياضة والسيد أحمد الموسوي اللي رشح وتم استبعاد عدنان درجال وتم استبعاد أحمد الموسوي مثل صارت الأمور شخصية طبعا هناك هناك مصالح بالقضية خلنا نكون احنا واضحين بهذه القضية هناك مصالح هناك أشخاص يرغبون بالترشيح ومنافسة حقيقية في اتحاد القدم والحصول على مقاعد في المكتب التنفيذي لكن بنفس الوقت المفتش العام من حقه يعني الوزير الوزير يعني مو مسؤول عن المفتش العام حقيقة المفتش العام ده ليش ترى هذا الموضوع بهذا التوحيد جهة رقابية هسا نتحدث عن هذا هاي مسؤولية المفتش العام مو مسؤولية الوزير المفتش العام عندما أصر ودرس القضية من كل جوانب أصر بأنه يرفحها للنزاهة وبالتالي الوزير مو من حقه بأنه يوقف العملية لأنه العملية أصبحت رسمية وبالتالي يمثل جهة رسمية رقابية من قبل الدولة العراقية وعندما رفعت حاول شتى الطرق بأنه يجمع بين الاتحاد القادة المفتش العام لتوضيح الصورة لكن أحيانا ما يكونوا الأخوان متواجدين يعني في الحضور يعني وتبرير ساحتهم أو نقول إحنا إضاح الصورة للمفتشية العامة لذلك المفتش العام كان ملزم بأنه أدي واجبة ورفع القضية إلى النزاهة وحاليا القضية عند النزاهة هاي من الناحية الناحية الأخرى أنا أذكر في هذه النقطة جدا مهمة أستاذ أشام أنا عندما عندي مشكلة داخلية أنا ليش ليش أحولها إلى مشكلة خارجية أسانا أرد أسأل هذا يعني أرد أسأل يعني الموضوع وصل للفيفا اي أنا أعتقد بهذه النقطة إحنا 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 الاتحاد ما كان صائب والدليل بأنه القانوني المحامي أستاذ نزار يعني كان هناك رفع يعني ما يسمي إحنا شكوى أو شيء من هذا بأنه كان هناك تدخل حكومي تدخل حكومي وبالتالي كان هناك جواب من الفيفا باستبيان الأمر ودعوة السيد معالي ودي الشباب ورياضة ودعوة السيد عبدالخالق مسعود إلى الفيفا خلال ربما يعني خلال أسبوع من الآن وبالتالي هذا الموضوع يعني أكيد يعني السيد وزير الشباب ورياضة عليه أو هو ملزم بأنه يوضح الصورة القضية ليس متعلقة بأنه الوزير ضد اتحاد كرة القدم أو اتحاد كرة القدم ضد الوزير لساعة تصرح لسيد وزير الشباب ورياضة يقول أكو ملفات موجودة الملفات الموجودة هاي إذا كانت نقول إحنا إذا كانت أكو دلائل ويأدي واجبة يجب أن يأدي واجبة هو ملزم أمام الشعب وأمام القضاء وأمام الدولة العراقية يأدي واجبة القضية يجب أن لا تكون بها مجاملات يعني الاهدار العام هو من ضمن واجباتك وزير الشباب رضي حافظ على المال العام وبالتالي هكذا نوعية من المسؤولية أنا أعتقد بأنه دائما هناك جهة القابية مكلفة بها بهذا الأمر ذلك حاليا ما سترتب عليه أنا أتكلم لك عن نقطتين يمكن مهمة الفيفا أكيد مئة بالمئة راح يدافع عن اتحاد القدم هاي يمكن أحد النقاط المهمة يدافع عن اتحاد باعتبار اتحاد القدم أو يدافع عن اتحادات اتحادات العالمية كلية تحتلوها لكن بنفس الوقت عندما تكون هناك دولة وكتب رسمية توضح الصورة بالنسبة للفيفا بأنه القضية ليس التدخل حكومي بمعنى محاربة اشخاص معينين أو محاربة عمل اشخاص معينين لكن هناك استفسارات يجب اضاحة بالنسبة للفيفا وبالتالي عليه كاتحاد دولي بأنه يتفهم بأنه القضية ليست ضد العراق شخصيا أو ليست ضد اشخاص معينين شخصيا وبالتالي هذا الاجتماع خلال المرحلة القادمة اعتقد رح عليها ترتب أمور لكن بأنه تقول لي أمور بأنه يصير حضر على العراق مثلا أو يصير هذا الكرة يهدد بوقف نشاطات كرة القدم أنا سألك سؤال بلاتر وغير بلاتر وبلاتيني وغير شخصيات عالمية على مستوى عالي يعني جدا عندما تم إيقاف عن العمل هل توقفت كرة القدم العالمية هل توقفت اتحادات العالمية عن العمل واتحاداتها أيضا كانت لا اتحاد كرة القدم يقول على أساس التدخل الحكومي الموجود وهذه المشاكل والصراعات الموجودة أنا رح أوقف نشاطات كرة القدم إلى أن تلقل نتشار أستاذ هشام هو التدخل الحكومي شون يصير بياه صورة هل هو دخل مثلا وزارة معينة أو الدولة معينة تدخلت في في عملك أو نشاطك أو تطور كرة القدم ما تدخل أمر دبرة بلايل لا أبدا أبدا ماكو ماكو أمور دبرة بلايل ولا أكو أنا أنقل أمامة بني بالعكس بالعكس أعرف أنا أعرف تحياتي جدا أستاذ هشام أنا أقل ما موجود أستاذ هشام لحد يمكن أنا قريب من الأحداث وقريب من يعني أيضا من الاتحاد وقريب من الوزارة كثير ما كان يجي حتى بطوط الخليج الأخيرة وأنا كنت متواجد الكثير من السكوك نقول احنا أو الأموال صرفت إلى المنتخب العراقي في فترة الأولمبية توقفت وما عندها فلوس تصرف لذلك الوزارة شباب ورياضة كانت ملزمة بدعم المنتخب العراقي وملزمة بدعم أيضا اتحاد القدم خلال بطوط الخليج وشاهدنا احنا ما قدمته الملعب للخالق مسعود كان علاقته ممتازة جدا أيضا سيد معلوز شباب ورياضة ما لدأ أقول لك كانت هناك أكثر يعني دائما في لقاءات كبيرة حتى رفح الحضر عندما كان رفح الحضر كان سيد ملعب للخالق مسعود مع سيد وزي الشباب لا أعرف على غفلة تشوف العلاقة جيدة جدا وفي لحظة في لحظة من اللحظات تلقى في أسوأها يعني ما تعرف شو الموضوع يعني قلت لك هاي المسألة مسألة قديمة صدقني هي تراكمات هي موجودة تراكمات ومسألة قديمة وكأنه ما واحد متحمل على الثاني لكن بس يريد موضوع يطلع حتى لكن هاي الفترة خاصة أنا وتدري أنت هاي الفترة هسا بالنسبة لسيد عبطان بأنه يفكر على حساب مثلا مصلحة الرياضة أو على حساب الاتحاد والحساب يعمل دعاية انتخابية لأنه غني عن التعريف وعمل بجد وأعتقد عنده من الشعبية الكبيرة اللي ما يحتاج لهذه الأمور يعني لكن هناك أمور يجب أن يطبقها قانونيا هو كوزير شباب الرياضة وبالتالي أعتقد الأمور إذا هاي الفترة إذا ماكوا ناس عقلاء بالصورة الصحية هيتدخسلون نقول إحنا لفضل تتوقع بأنه الانتخابات هي راح تكون أنا نتحدث للطرفين نعم الانتخابات هي راح تكون مفترخ الطرق في حل هاي الأمور أنا ما أعتقد الانتخابات لأنه القضية إذا وصلت لنزاها أو النزاها قضاء راح يكون القضاء طبعا يعني ما تهدئ المستقل القضاء مستقل راح يصبح انتخابات انتحاد كرة القدم وراح يصبح انتخابات بضبط بالنسبة الانتخابات الانتخابات تحت كرة القدم هي بينات وجود سيد عبدالخالق مسعود يعني قعدنا نعلك بجلسة سابقة تذكر قبل حوالي شهر ونص تقريبا وأنا قلت لك المعالم أو خارط الطريق موجودة والأشخاص اللي راح يكونون متواجدين أيضا موجودين يعني سيد عبدالخالق مسعود ما عنده منافس أكيد هو سيد علي جبار ما عنده منافس سيد علي جبار ما عنده منافس وباقي الأعضاء همين البعض منهم أيضا يعني كأنما واضح الصورة بالنسبة لهم أربعة خمسة من الأعضاء يعني موجودين تبقى أخوان منافسين بيناتهم هم لعبين دوليين ونحن نتمنين بأنهم اللاعبين دوليين يكونون في عدة مراكز وليس في مركز واحد يتنافسون بيناتهم وبالتالي هذا طبعا القرار عائد للهيئة العامة ما يكونون لعبين دوليين موجودين بالاتحاد باعتبارهم هم النخبة وأصحاب الاقتصاص وأيضا يملكون من الجماهيرية الكبيرة اللي يستطيعون بأنه يوظفون قدرات راح تغير شيء بعد الانتخابات كابتن كطريقة عمل أكيد راح تتغير هواي أمور بعد الانتخابات شون اللي خلاك تقول هذا يعني قصدك انتخابات برلمانية وانتخابات الاتحاد لا انتخابات الاتحاد كرة القدم أكيد تتغير خارط طريق تغير تدري انت الفترة الضغوط مو فقط الضغوط الجماهيرية الضغوط طبعا الوسط الرياضي والجماهير هاي كبيرة حتى الدولة وتوجهات الدولة تدري انت برلمان جديد حتى برلمان شباب راح يكون جديد يعني أكيد مو نفس البرلمان شباب عنده رؤية راح تكون يعني مختلفة عن الرؤية السابقة وبالتالي أنا أعتقد بأنه حتى رصد الأموال اللي راح تكون خلال السنة القادمة والسنة اللي بعدها ما راح تكون بالمستوى اللي حاليا تصرف به الأموال راح تقنى الأموال بشكل كبير وبالتالي هاي راح حتى شون السبب ليش السبب بأنه الميزانية الدولة يعني الوزارة المالية والأولمبية تدري لحد الآن الأولمبية ما عادة قانون وما عادة حديديرها بالصورة بس منها ستة شهر تفضل الأولمبية تفوش أغلتها يعني التجوز تعتقد فوضان ما أعتقد فوض قضية الأولمبية لأنه طيلت فترة تمشية أمور هذا حسب تمشية أمور تمشية أمور لستة شهر بعدين نصير انتخابات نصير انتخابات بس على وفق يا قانون راح نصير انتخابات وهذه المشكلة الكبرى هنا أستاذ هشام القانون يجب أن يصادق علي من أمد نعم ما معقول هي دعوة للجهة الشباب والرياضة الجديدة في البرلمان تشريع قانون وهتأخذ لفق أستاذ هشام صدقني نحن تأخذ فترة والله استاذ لو يريدون يفضوها يفضوها بسبوع صحيح أنا وياك أنا وياك بسبوع تفض تفض بس هاي تعرف شمي أستاذ هشام أنت لما تخلي قانون هذا القانون راح يطي ضوابط وتعليمات ويخلي أيضا لا حالة انتخابية وبالتالي هذا القانون ربما لا يناسب الكثيرين من التواجد حاليا في المكتب التنفيذي دولة وبالتالي من برلمان هذا بالنسبة لي هذا القانون ما شعلي بالاتفاق مع الأولمبية هسا الأندية ترضى ما ترضى لازم تمشي الأمور الأندية هي لازم تمشي طبعا لازم تمشي الأمور ما ممكن تتوقف أنت ما تقدر ترضى كل العالم طبعا ولا تقدر بأنه أيضا تتفرض مرات على سبيل المثال هسا هي النفس نقترحنا لجع عليها أنت إذا الدخلت وقالت هذا القانون يمشي يعني راح العمودي راح يروح للأولمبية الدولية يقول بالاتفاق مع الأولمبية بالضبط بالاتفاق مع الأولمبية يمشي القانون بالاتفاق مع الأولمبية يعني مو دولة تفرض أرادتها لا إحنا لما نقول وزارة تتفق ويالاتحاد ليش الاتحاد تعتبر تدخل في أي قضية معينة لذلك أنا أعتقد بأنه الأشخاص المشكلة بالأشخاص ليس مشكلة بالقانون أستاذ هشام الأشخاص يفكرون مع الاحترام الشديد للكثير من عدنهم يفكرون مصالحهم الشخصية يفكرون بتواجدهم خلال عجل سنوات بعد للأمام وبالتالي هذا رح يأثر لا تصور بأنه وصلنا هذا الطريق ومفترق الطريق والنفق المظلم بسهولة وصلنا نتيجة سنوات طويلة مريرة من المعاناة حقيقة الرياضة أصبحت حاليا يعني تعاني تعاني بشكل كبير الرياضين يعانوا بشكل كبير وبالتالي جمهور انعكستها يعني انت مرات يمكن تكلمنا ببرنامج البعض من الناس يعني هنا وهناك أطراف كثيرة السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي مرات بدون مبرر لذلك هذا انعكاس لحالة الوسط الرياضي وشرع الرياضي إعلاميين مع احترام السب والشتم صار بدون مبرر يعني هناك إعلاميين بدأت حملات تسقيط حاليا إعلاميين خارج العراق يعني ولو أذكر لك أسماء رح تستغرب هؤلاء أجندات مدفوعة الثمن وبالتالي بدأوا يسقطون بسام روف وفلان وفلان وحتى وزير الشباب الرياضة وحتى الأشخاص العامين في الأولمبية واتحادات وغيره وغيره لمصالح شخصية وبالتالي هذول شون قدروا يخترقون هاي المنظومة ويسيئون حقيقة الأساءة والأدب بشكل غير مهني يعني ذلك مهنة الإعلام مهنة توجيهية مهنة أخلاقية مهنة عالية المستوى في تبيل تصحيح مسار الرياضة لذلك هؤلاء الأشخاص حقيقة يعني أساءوا أساءوا بشكل كبير كبير كبيرت 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 بسام المشكلة بليسمع بليسمع وليقرأ صح طبعا أكيد ستمرت عندما تسمع كلمة يعني هساني مثلا أكتب أكتب في بوست أكتب أو أكون موجود في برنامج يعني يعني على الرغم من علاقة طيبة مع حضرتك لكن يجوز أنه مثلا المحور أو الأداء أو الطريقة اللي تدار بها الحوار أو التصريحات اللي تخرج من البرنامج ما أجبت بسام رؤوف صح فعلى الرغم من العلاقة طيبة الموجودة بيني وبينك هذا ما يعني هذا ما يلقب ظلالة على أنه راح تنتقدني طبعا أكيد صحيح ولا أكيد هذا مهيه المهنية أنا أتقبل رأي الأخر يعني هناك الكثير من بعد ما ينزلون البوست تلقفت 50-60 واحد على حسط طبل أين ما يعرف شن الموضوع بس مجرد أي والله صدو أستاذ إشام راح أقول لك فنقطة مهمة حاليا حاليا ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع بالضبط تفريغ شحنات ضغوط كبيرة على المجتمع من ناحية الاجتماعية وغيرها من الأمور ألقت بظلالها أصبحت حالة تفريغ تدري الرياضة أكثر مفصل في العراق هو متابع هو الرياضة والرياضية العراقية على وجه التحديد أتكلم لك لذلك عندما نتحدث عن ما يطلبه هؤلاء الناس بس المؤسسة الرياضية بس أعطي خلت قوم بأي مؤسسة الرياضية أي اتحاد الرياضي أي الأولمبية العراقية الرياضية أي شيء اسمه الرياضي راح تجد بأنه هناك أجندات وناس أول شيء تنتقص من أي عمل إيجابي أي عمل إيجابي وتشكك حتى في مصداقية هؤلاء الناس لذلك إحنا ما ممكن نبني مجتمع بالتسقيط وبالتالي الأشخاص حتى الأشخاص يعني معترام بعض القنوات الرياضية تدير بعض الروابط الأندية يعني الشخصيات للدير هذه الروابط يعني عليها مليون علامة استفهام وبالتالي يستضيفون هؤلاء الأشخاص وبالتالي هؤلاء الأشخاص يسيئون بحق الناس وأصبحت القضية بأنه قبل يوم يرتبون مع الجمهور للإساءة إلى سين وصاد من خلال مدرجات الملاعب وهذه حالة حضارية هاي مو حالة حضارية هاي حالة أشبه أنا بتهديم تهديم بلد كامل ذلك أنا أعتقد المفصل الرياضي من أهم الفاصل الدولة العراقية وعليها أن تهتم بي وعليها أن تعاقب الناس المسيئين وبقوة حاليا في بريطانيا وفي دول أوروبا وحتى في أمريكا أنت لو شوف الحالة الشيء يتعاملون والمشجع اللي يسيئ الأدب يعاقب يعتقل هذا الشخص ويأخذ منه تعهد وغرامه المرة الثانية يحرم إلى مدى الحياة لكن هنا أنا مع الأسف يعني لجنة الانضباط عندنا في اتحاد القدم لجنة ضعيفة جدا وعندما أتعاقب أحرم الشخص مباراة ومباراتين ويرجع يعود الكرة مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة وخامسة وتستمر إلى أبدالأدي خوفهم من هؤلاء الناس يعني ذلك شمي يخوفهم؟ يخافون من عندهم يخافون على حياتهم طبعا يخافون على حياتهم يخافون وبالتالي مو بسمة حتى الرياضين أنا عندي لقاءات كثيرة في برامج كثيرة مع رياضين لاعبين منتخبات وطنية وقريبين من عندي ثق بالله العظيم يخافون يطلون رأي ويدلون برأي ويتكلمون عن تدخلات الروابط حتى في عقد اللاعبين وإلهم قموسيونات وإلهم نسبة معينة وإذا ما قبل اللاعب يعدون من المكان هذا يحاربون مدربين ويطلعون مدربين ويطببون مدربين إدارات إدارات تخاف حتى الإدارة تخاف وبالتالي أنا أتكلم لك على أندية جماهرية أندية لها تاريخ يعني كبير وبالتالي هاي الإدارات لأنه تدري أنت سانم مع ترامي بعض الإدارات ما جاء تشتغل صح وبالتالي هناك منافذ للروابط بأنه تستغل هاي الأخطاء التي تقوم بها الإدارات وتستثمرها لصالحها لذلك حاليا أنا أتكلم لك بكل مصداقية وما جاء أشوفك أدامي وبالتالي الكثير من الشارع والجمهور الرياضي يتابع ويعرف هذه الحقائق لكن واجب علينا كرياضيين واجب علينا كمسؤولين أيضا نعمل في خطاع الرياضي كابتل هاي المشاكل هاي المشاكل ألقت بظلالها على حتى المباريات الودي اللي منتخبنا الوطنية آخر مباراة سمال تحدث عن المباريات السابقة نتحدث عن آخر مباراة مباراة منتخبنا ومنتخب في دسطين نعم يعني لا جمهور موجود لا ما عرف يعني أنا أعتقد هناك خطأ هناك خطأ الخطأ طبعا هي المباراة كانت متفقة عليها قبل فترة يعني وبالتالي التصليط لعلى ما كان بالصورة شن الفائد الفني من هاي المباراة المناسبة طبعا هي تأجيل الدوري صار على أساسها المباراة اللي لا لا الهراس ولا الهرجلية يعني سي ربما هناك أهداف أخرى عند اتحاد القدم لكن أنا شن الهداف أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي سكفني أتكلم مباراة حتى للمتخب أنا كنت موجود البارحة في الملعب وشاهدة المباراة طبعا المستودون المتوسط حقيقة يعني من ناحية الفنية يمكن الفريق الفلسطيني ربما استمتع بالباراة أكثر ما استمتع بها المنتخب العراقي باسم قاسم الكارتب باسم قاسم قال بأنه أنا راح أخلق جيل جديد ومنتخب جديد واعد وراح يكون منتخب قوي راح يساهم بشكل فاعل يعني في رفع مستوى المنتخب العراقي في التحديات القادمة لذلك يعطى فرصة إلى لاعبين جدد وبالتالي أنا أعتقد بأنه من ناحية الفنية احنا ما كنا بصراحة يعني ما كانت هناك بصراحة المدرب خلنا نكونوا واقعيين في هذه المباراة المنتخب الفلسطيني في أكثر أوقاتها كان أفضل منتخب العراقي شاهدنا هناك ضعف كبير والدليل بأنه المباراة انتهت صفر صفر التعادل السلبي لكل الفريقين كانت مباراة مجاملة أكثر ما هي مباراة يعني مجاملة مجاملة كانت بالضبط يعني ودي حبية بين الشقيقين الفلسطيني والعراقي زي مباراة انتهت صفر صفر هذا الكاس منه يعني يعني قلت لك مجاملة كانت حتى ما أخذوا الكاس الجانب الفلسطيني أنا موجود هي المباراة انتهت صفر صفر يعني يعني من الفايز بالكاس هي طبعا حتى ما قبله يأخذوا يعني أخذوا صور وتركوا الكاس وبالأخير الكاس رجع عندنا أنا موجود يعني أنا اللي اللي أقوله في هذه المباراة أستاذ الشام يعني مفارقات مسعود نزل من المدرجات وكان مقرر يعني بعد المباراة تروح المباراة لركلة الترجيح يعني نزل ليش ما صارت ركلة الترجيح فنزل المولة وقال احنا هذو الأشقاء احنا ما ننافسهم على ركلة الترجيح وهذا فكأس على اساس كأس القدس أو شيء من هذا القبيل وبالتالي اهدوا للأخوان الفلسطينيين نزل أيضا رئيس الاتحاد الفلسطيني وانا التقيت بي ايضا سلمت علي الرجل وكان عنده وشاح لبسني ايضا وشاح دولة فلسطين في اثناء هذا انا خرجت واتكلمت مع احد الاخوان ايضا بالمنتخب انا اعتقد هي كانت قلت لك مباراة يعني مجاملة بس بنفس الوقت انا اعتقد الصورك اصبحت واضحة هناك نقطة مهمة نقطة بانه المنتخب الفلسطيني ما اجاب اللاعبين المحترفين والمنتخب العراقي ما لعب باللاعبين المحترفين موفي فدي خارجيا بالضبط شاهدنا المستوى العام الجمهور كل اقتنع بانه المستوى كان دون المتوسط لذلك عندما نتحدث مستقبنا واتمنىها تكون رسالة للاتحاد القدم وتكون رسالة للمدرب المنتخب الوطني اللاعبين المؤثرين اللاعبين المحترفين انهم بصمة خاصة وواضحة مع المنتخب علينا بالاستثمارهم والاستفادة من عدهم وبالتالي احنا في سبيل تحسين الاداة تحسين الوضعية يجب ان نتعامل معه ايضا باحترافية نعم احباتي المشاهدين نتابع الان تقرير الزميل اماد الركابي نتابع من منا لا يعلم بان الايام التي تمر من دون خوض اي مباراة في منافسات الدوري المحلي هي تؤثر بشكل او باخر على واقع المنافسات التي تأجلت لمدة عشرة ايام لاسباب ليست لها اهمية كبيرة كما يراها اغلب الوسط الرياضي من اجل خوض مباراة ودية امام المنتخب الفلسطيني هذا الحال لا يرضي مدربي الاندية الذين راحوا يبحثون عن خوض مباراة ودية من اجل ابقاء اللاعب بمستوى الجاهزية لدوري مضغوط يكون الاساس من ضغطه هو انهاء المنافسات باقرى بوقت ممكن مع اتاحة الفرصة لانطلاق الدوري في الموسم القادم بوقت مبكر لكن وفق المعطيات الحالية فان منافسات الدوري الحالي تبقى لها 13 جولة ربما تنتهي في نهاية شهر تموز القادم او بداية الشهر الثامن وهذا ما يعطي انطباعا لدى المتابع هل من الممكن ان يتم اطلاق الدوري الجديد في الشهر التاسع او بداية الشهر العاشر وهنا ناقعوا بذات الاخطار نحيك عن وجود بطولة امم اسيا في بداية العام المقبل في الامارات والمنتخب يحتاج لوقت كاف للاعداد وضف لها استضافة بطولة غرب اسيا في نهاية العام الحالي في البصرة وهنا يعطي الوضع الام في ان مشاكل الدوري سوف تستمر ولن يكون هناك حلها وهذا ما يؤثر على المستوى في المنافسات بشكل خاص ومدى قابلية تطور اللاعب وربما يجرون الحديث للعودة الى المربع الاول من جديد باقامة الدوري وفق نظام المجموعتين وهذا ربما هو الحل الامثل للجنة المسابقات التي تخرج لنا مرة بثوب البطل ومرة اخرى بثوب الكمبارس الذي لا يعلم ماذا يحدث وكيف يتم تأجير الدوري لأسباب واحية او مباراة دولية ليس لها اي فائدة فنية امام المنتخب الفلسطيني سوى التأجيل عماد الركابي العراقية الرياضية شكرا لعماد الركابي كابتن مثل ما طرح زميل عماد يقول الدورة تأجل عشر تيام على اساس هناك مباراة بين منتخبنا وفلسطين شو الفائدة الفنية اللي حصلناها من هذه المباراة اللي على اساس احنا اجلنا الدورة عشر تيام هل احنا وقت نأجل دوري؟ لا هو طبعا التأجيل بصراحة غير منطقي دعنا نكون واقعيين احنا كل تأجيل رح يأثر بصراحة على الاندية نفسهم وبالتالي التأخير هذا رح يأخر ايضا قضية عند انت ملزم في توقيع اقود مع اللاعبين فترة محددة ما ممكن تكون مطلقة الفترة هذا رح يأثر حتى على مزانية الاندية ويأثر ايضا على الحالة النفسية لللاعبين اللاعبين عندما يدخلون دوريات معدين خلال هذا الاسبوع اسبوع اللي بعده المدرب عنده خطة وعنده برنامج يشتغل عليه لكن هذه التأجيلات بصراحة يعني تؤثر بشكل كبير حتى قلت لك على طريقة عمل وإداء اللاعبين والمدرب من مرحلة إلى مرحلة حاليا نحن مقبلين على شهر رمضان وانوصة رسالة من الكابتن عادل ناصر يقول السلام عليكم نحن على أبواب حلو شهر رمضان ومثل ما تعرفون انه الجو حار واللاعبين كلهم صيام فكيف يكون اللعب وخاصة بالبصرة وتوجد المدينة الرياضية فعليه أن الوزير عليه أن يسمح لنا بالتمرين واللاعب في المدينة الرياضية لأنه من قاموا ببناء الملاعب المن ولماذا بنيت غير يلعبون بها لأنهم هي من الأموال كلها من الدولة مثل ما تقولون وهم يقولون أموال دولة فليس ملك لأحد تحياتي همهم ربط شي برقشي الكاتل عدن ناصر يقولون أنه جو حار يعني وأكون مدينة الرياضية لازم نلعب بها وما معقول أنه ما يسمح لنا من نلعب المدينة الرياضية هم بالنسبة لهم أكو ملاعب الثانوية موجودة بالمدينة الرياضية أستاذ هشام الملاعب الثانوية ملاعب ممتازة جدا أنا كنت موجود في ملعبة الأساطير أتمرنا نحن كمنتخب عراق لجوم العراق على الملعب الثانوي نتمنى على الملعب الرئيسي هاي ناحية الناحية الأخرى الموجودة هي من الأموال العراق وأنا نظن تحاضر على الأموال العراق مو عليك بأنه نقول نحن تركن هذا الموضوع جانب نو الكلام يعني ليش السماح لأنديا معين أنهم تلعب المدينة الرياضية وأكو غير أنديا ما تلعب المدينة الرياضية لكن وفق الضوابط ملزمة كوزاء الشباب الرياضة بأنه تقدمها حتى الحال أكو مشكلة يعني إذا تدري أنت حاليا المجلس المحافظة أو محافظة البصرة يومية يحاول بطريقة أو بأخرى سهلا ما نتكلم بها بطريقة يهدد وبطريقة بأنه يريد يأخذ المدينة الرياضية وهي طريقة غير قانونية وبالتالي هاي رح أيضا لها تبعات خاصة لذلك هي معرفة يريدها دعاية انتخابية إلا أنا ما أعرف حقيقة هذا الموضوع لكن إحنا أصبحت القضية قفز يعني قفز على نقول إحنا على واجبات الآخرين وقضية كأنما استيلاء شخص على شخص في سبيل في سبيل يعني يعني الظهور أو حب الظهور أو السمعة أو شيء من هذا القبيل إحنا بلعاء كابتن إذا نحنا نتحدث عن نفط الجنوب قبل يوم أو يومين دزير رسالة لكابتن عاد الناصر يقولوا فلوس ما عدنا هذا رقم واحد والآن يشتكي من الملعب يعني هذا ترى مو بس نفط الجنوب يعني كثير من الأندية أستاذ الشام وتريد الدوري ما عرف شون يستمر برمضان طبعا هي راح تعاني الأندية مية بالمية والسبب أنا أقول لك الأندية بس تخلص الدوري الرزنة الرزنة طبعا وهناك أندية طبعا من صالحها بأنه ربما ينتهي الدوري أو يلغى الدوري تقريبا يمكن أكثر من نص الأندية تريد يخلص الدوري لأنه فعلا أكو أندية جماهرية تدري ما عدها أموال هذا تستوفي جور اللاعبين من عقود اللاعبين صارهم أكون أندية جماهرية ثلاثة شهر أربعة شهر ما مطي أكثر أكو فلوس ما مطيها أنت راح يمرون بمعاناة هاي احنا تكلمناها يمكن العام الماضي السنة القادمة ورح تتذكر إذا الله سبحانه تعالى كتبنا نكون موجودين راح أيضا هناك قانون بأنه المؤسساتية إراد من الدولة فقط مليارين المليارين أنت اللاعبين المحترفين عندك بحدود كل نادي جماهيري عندك بحدود ثلاثة أربعة لاعبين محترفين بالإضافة لللاعبين الآخرين لذلك أنا أعتقد حتى راح يكون عزوفة وهروب الكثير من اللاعبين المحترفين خارج العراق وبالتالي هذا راح يأثر على المشاركات الخارجية بطولة التأجيل الدوري مباراة المنتخب العراقي أنا قلت لك ما أتمنيت بأنه يكون هناك تأجيل الدوري على اعتبار بأنه نادر قوة جوية عنده مباراة أمام كان الأهد اللبناني صح صح لو لا لكن هذا ما يعني أجل مباراة واحدة بالنسبة لنادر قوة جوية لكن ما أجل الدوري لا تأجل الدوري نسمع تصريح للكابتن ثائر أحمد وأيضا للكابتن ولجمعة عن هذا الموضوع بالتحديد متابع الحقيقة أحنا بشرنا خير الحقيقة الاستمرارية الدوري لكن هذا التوقف في 15 وخصوصا في فترة الحار وفي فترة يعني شهر رمضان المبارك أعتقد المفروض كان يمشي الدوري مباراة يعني مباراة تجربية مباراة سهلة كان من كل فريق يسحب لاعبة ولاعبين يكملون هذه المباراة يعني من المنتخب فلسطين أهم شيء هو سعد نحن الدوري شوف أسأل شوف الفرق أكثر هسأل مباراة أكثر اللاعبين منطيهم جايز خاصة المحافظات شوف يعني أحباط يسأل عد اللاعبين وعد المدربين وعلى الدار وأعتقد أكثر من واحد ثواني رح يطول يعني حسب تقديري عندك 13 مباراة المباراة رح تبقى يوم 18 لو تحسبها كل خمس تيام أعتقد تعبر شهر الثاني هذا أعتقد رح تكون جود هالسنة ورح حمس تلق أعتقدهم رح يصير الدوري بشكل غير منظم أتمنى أن تبشي المباراة بشكل صحيح اتفاجئنا بتوقف الدوري مدة أسبوعين وما بصراحة نجد فت مبرر أنه من الاتحاد أجل الدوري خاصة أن الانتخابات يوم واحد وأعلنت الحكومة أنه حتى بيوم الانتخابات ما أكو حضرة الجوار يعني مباراة فلسطين أعتقد مباراة كانت سلبية كل مقايسة على الاتحاد وعلى الكرة العراقية والتوقف بصراحة أنه هايشي أجواء وخاصة مع قدوم شهر رمضان يعني يأثر على الفرق خاصة أن الفرق عندما توصل بمرحلة تنافسية ويصير توقف رح يرجع الفريق يعني يصير عنده دروب لما يرجع الوضع الطبيعي لمباراة خاصة أنه بقت 13 مباراة ما نعرف يمكن أعتقد اتحاد ما نعرف عاجل شهر تموز يبقى الدوري يعني يعني نسوي عقد ويا شهر تموز فنتمنى من عنده أنه يكون يبدو بوقت محدد وينتي بوقت يعني التأجيلات تكون حسب الأمزجة والأهواء نتمنى أنه تصحح الأقطاع نحن نقول بس الظاهر أنه نفس الأقطاع مصررين أنه نسوي عقد ويا شهر تموز كان هذا تصريح الكابتن ثارى أحمد والكابتن مباراة منتخبنا كابتن ثارى أحمد يقول يعني كان من الممكن أن يتم استدعاء لاعب لاعبين من أي نادي وتكمل المباراة على أتموج ويمشي الدولة ويمشي يعني بس مباراة الجوية عندك طبعا فقط نحن نتكلم نادق كابتن وليد يقول أدام عقد ويا شهر تموز طبعا أنت تدري الأجواء حارة جدا يعني وشهر رمضان وفعلا أغلب اللاعبين يصومون في شهر رمضان لذلك يعني في شهر رمضان اللاعب متعود بأنه حتى بالوحدة التدريبية يصوم لذلك عندما يفطر في يوم المباراة راح تكون القضية سلبية لأنه يراد لجسم يعني عادة تأهيل من جديد وبالتالي أنا أسأل بموضوع شرع يعني يصر اللاعب ما يصوم أثناء المباراة يدفع كفارة أستاذ جاء يدفع كفارة طبعا نسألة معقدة جدا نحن بزمننا أيضا كنا نعاني من هذا الموضوع الكثير من عندنا هاي نقطة مهمة راح أقول لك إياها اللاعب عندما يعني ما يأخذ نسبة كافية من السوائل لمدة أكثر من عشر ساعات ويلعب بجهد عالي هنا العضلة راح تتمزق عنده والكثير النصابات راح تكون موجودة وحاضرة في المباراة وبالتالي هاي راح تأثر أيضا يعني إسرحنا البارحة سمعنا شوفوا قفة قضايا حتى إنسانية نتكلم عنها البارحة سمعنا في بريطانيا الحكومة البريطانية عرفت بأن هناك طلب امتحانات طلب امتحانات في أثناء شهر رمضان لذلك حاولت بأنه تأجل الامتحانات إلى ما بعد شهر رمضان الحكومة البريطانية تفكر المسلمين وإحنا بالنسبة أننا ما نفكر حتى لنفسنا حقيقة لذلك الحالة الإنسانية تكون هي حاضرة في تفكير أي مجتمع حضاري والحفاظ على سلامة اللاعبين والحفاظ على لأنه اللاعب في قيمة كبرى وتدفع لها مبالغ عالية وبالتالي أي إصابة اللاعب رح يكون يأثر حتى على أداء الفريق كتيم وعلى نتائج الفريق وكل لعبين يقول لك أساني لا منطين فلوس وفوق وفوقهم وفوقهم لا أبني بالحاضر وصايم شذري دون من عندي لا يطلب يقول هي أصبحت كرة قدم وكرة معاناة أستاذ هشام بالنسبة للأغلب اللاعبين والله عدنا لاعبين وعدي لاعبين مميزين موجودين في الدول العراقي يعني ممكن ممكن لو موجودين متواجدين في أماكن أخرى لكانوا ظهروا بصورة يعني أفضل بكثير مما هم عليها حاليا نحن مجاعد نقدر نسوي برنامج طبعا توافقي بين الأندية وكذلك اتحاد القدم والتالي ما تصير كابتن يعني ما تصير لأنه ما تصير أكو تقاطعات أنا مجرد لأنه أنت ما مسلم علي بيوم من الأيام أتقاطع وياك مو صح لولا موجودة وهذه مشكلة وضمها عليك بعد عشر سنين ومو بس هاي أنت ذا ملت إلى جهة معينة كأنما أنت كافر وأنت ضدي وبعد فترة إذا تجيني في مصلحة معينة أنا راح حاربك وما راح أقدر ما راح أساعدك وبالتالي هاي مو أخلاق فرسان أنا حقيقة أنا أتكلم على الرياضة بشكل عام ذلك أنا أعتقد بأنه طريقة إدارة الرياضة العراقية أصبحت طريقة مملة طريقة يعني مع الأسف قديمة ونحتاج إلى حداثة ونحتاج إلى وجوه بس كابتن التدبول تقول بعد انتخابات اتحاد كرة القدم راح أصير راح أصير تغييرات كثيرة لازم يصير تغييرات أستاذ أستاذ ممكن يبقى الأمر كما هو حاليا يجب أن يتغير البرنامج احنا حتى البرلماني البرلماني جاي رشح سيعلن عن برنامجه وعن طريق التلفاز وعن طريق الدعايات وعن طريق الإعلان كذلك لما صنعوا الانتخابات بالنسبة لاتحاد القدم بالرغم بأنه الكثير من الوعود يعني السابقة ماكو يعني ربما ما تنفذ من عدى خمسة بالمئة تتوقع كابتن أنه هناك مجموعة من الوعود ما نفذت ما نفذت في الفترة السابقة من عمر الاتحاد عد ما سمعنا هناك البرنامج اللي أعلن السيد عبدالخالق مسعود عد ما أعلن ترشيحها لانتخابات التحاد القدم بعدها فوزه برئاسة الاتحاد الآن الانتخابات يوم 31-35 لحد الآن ما سمعنا أي برنامج أسه أوكي ما يخالف سيد عبدالخالق مسعود فاز بالتسكية من هسه لازم أكو برنامج أمام الإعلام إذا في برنامج تلفزيوني إذا في ندوة أمام مجموعة من الصحفين والإعلاميين والرياضيين يا أخوان أنا كرئيس التحاد كرة قدم قادم أنا هذا اللي راح أسوي هذا البرنامج مالتي تعتقد أنه الخوف من الوقوع في أخطاء المستقبل هو عدم وجود برنامج انتخابي لحد الآن طبعا هي مرات هذا الفخ يا أستاذ هشام يكون هذا الفخ عندما لا تعني عن برنامج انتخابي واضح ومفردات البرنامج انتخابي ما راح يكرسلها الوقت الكافي ويكرسلها الأموال الكافية وما تكون هناك أساسيات لتطبيق هذا البرنامج بعد مرحلة الانتخابات أكيد هذا أيضا راح يصير حلول آنية وتراكمات السابقة ومشاكل سادقة ومع الاتحاد الفيفا وأيضا طبعا أكيد هناك استحقاقات راح تكون حاضرة راح يبقى العراق يفكر بالاستحقاقات المقبلة على ضوء المنتخبات الوطنية الناشيين والشباب والأولمبي والمنتخب الوطني وبالتالي هذا البرنامج بصراحة فقط يعني برنامج جدا هو يعني جدا طبيعي يعني انتخابات بعد الهجقة كابتن ما بقى شيء إليها يعني يعني كل عشرين يوم تقريبا أو 22-23 يوم لا أكثر ولا لذلك أنا أعتقد تصور كابتن بأنه هو يعني البرنامج صار واضح بحيث الاتحاد يقول لك أنا بعد عليه شونا مثلا مدوخ نفسي وطالع ابندوة وقدام الإعلاميين وما أخذ من وقت ساعة لو ساعتين وأشرح لهم يقول لك هي الأمور بين إنه رفع الحظر الكل عن الملاعب الأرق أضرقا مواحد تحقيق دوري فئات عمرية هاي هو هذا المفروض هذا المفروض أسهل البرنامج أنا سأخلي من هسه مثلا تحقيق نتائج إيجابية لمنتخباتنا الوطنية إذا كانت بفئات العمرية أو على مستوى المنتخب الوطني الأول القضاء على التزوير تعديل النظام الداخلي توسعة الهيئة العامة هاي النقاط الأخيرة ما راح يتقربوا لها أصلا أستاذ أشام يا أي من التزوير لا التزوير صعب القضاء عليه كل الصعب لأنهم الاتحاد يقول هاي مو مشكلة التزوير هاي مسؤولية دولة يقول مسؤولية دولة مسؤولية دولة أو أنا مع الاتحاد أنا مع الاتحاد بهاي النقطة عندما تكون مؤسسات فاعلة والجام فاعلة تراقب لأنه الفحوصات وين يصير أستاذ أشام يصير في مؤسسة تابعة للدولة يعني تضب رياضي لذلك عندما تكون فحوصات دقيقة ومهنية وعلمية صح كابتن بأنه الأهل أو الآباء هم يسعون وراء هذا الموضوع هاي الشغلة موجودة ساحنا مراد مراكزنا الوطنية اللي هي هي مو منتخبات وطنية مراكز وطنية تهيئ للمنتخبات والأندية الشاهد الكثير من الآباء يسعون منه يفكرون الطفل عمره عشر سنوات يفكر بأنه زغر يسوي ثمان سنوات على سبيل المثال ويقول لك هذا خلال بعد خمس سنوات هذا رح يأخذ فرصة أكبر وبالتالي رح يكون ضمن صفر يعني بالمدارس التخصصية يفكرون بالتزوير والآباء الآباء لذلك احنا طبعا واضعي لحد هاي وعدنا مستمسكاتنا وجواز السفار وكذا كلها هنا اعتمدها بصورة لذلك القضية مو فقط في الأكاديميات موجودة في الأندية موجودة التزوير موجود في كل الأندية حاليا أستاذ هشام أستوديك على أحد الأندية رح تشوف اللاعبين يقول لي هذولا مستحيل يكون عمرهم 14 سنة كاتر رح أسألك على كم سؤال بنعم أو لا قبل لا نختم البرنامج زميل يوسامش قد بقالنا ثلاث دقائق أوكي بنعم أو لا ممكن يتحقق رفع الحضر الكلي عن ملاعبنا بالوقت الحاضر لا دعنا نتحدث عن أربع سنوات قادمة من عمر الاتحاد إذا كان هناك مصداقية مئة بالمئة في التعامل مع هذا الملاعب نعم أو لا إن شاء الله نعم نعم تحقيق دوري فئات حمرية يعني رح يكون نص ونص لأنه احنا شفنا الدوري السنوات الماضية يعني دوري شهرين ماكو دوري شهرين يا أستاذ هشام دوري فئات حمرية شهرين ماكو دوري شهرين يعني كنا نلعب عدة أشهر للناشئين والشباب وكانوا يلعبون قدام لا لا دوري منتظم دوري مثالي لا ماكو دوري مثالي ما يصير لا لذيش نطالبهم دوري فئات حمرية طبعا مسؤوليتنا بأنه نطالبهم يجب أن يعملون يعني يجب أن يكافحون هذه المعطيات ما تسمح لك بإقامة دوري فئات حمرية ولو يختلف لا لا هي مو المعطيات المعطيات هاي المعطيات موجودة 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 على الورق موجودة على الواقع لا لا حتى بالواقع رح تقدر تحققها أنت إذا ما خلي الظوابط دائما ستاة هشام في كل شيء إذا تخلي الظوابط رح تقدر تسيطر لكن إذا ما وضعت هاي الظوابط وما التزمت بيها أكيد ما رح ما رح يتحقق لذلك أنت الحكام يريدون الفلوس هاي بالدرجة الأولى يجب تهييه حكام لجنة المسابقات يقول عندها برنامج حقيقي للفئات العمرية الملاعب تكون جاهزة للفئات العمرية أيضا وهاي مو شيء مستحيل إذا عملوا عليه خلال يعني هاي أولى قبل فترة سينجحون في هذا العمل لكن يحتاج له إلى مثابرة وجدية بالتعامل إذا تجل نجوم في اللجان الفنية لتحاد كرة القدم ممكن يتحقق هذا الشيء هو موجود نسا النجوم سأشوف لجنة المتخبات موجودين يعني بيها بعض اللجان موجودة بيها لكن خلقوا لكن خلقوا وقعين يعني النجوم اللي جاي عملون حقيقة في هذه اللجان يعني ما كان تأثيرهم كبير بصراحة في تطوير كرة القدم العراقية على مستوى هالك كلامنا الفئات العمرية والمنتخبات والأندية يصير تغيير في شكل النجوم يجب أن يكون هناك تغيير ممكن أنه تتحقق نتائج إيجابية على مستوى منتخباتنا الوطنية بصورة عامة صعب تحقق نتائج إيجابية في ضل هاي الظروف صعب تحقق نتائج إيجابية ممكن أن نحقق شيء اطورت المنتخبات بشكل كبير أستاذ هشام وإحنا ما زلنا بصراحة لحد الآن جاي نبني منتخب حسب رأيي الكابتن باسم قاسم زين ممكن أن نحقق شيء بكأس آسيا صعب أيضا صعب كل شيء صعب كل شيء صعب لأنه هاي المعطيات التي تحضرتك تشيري لها قبل شوية لأنه أنت ما ممكن ما عندك أنت برنامج حقيقي وشغل حقيقي ومعسكرات وبطولات حقيقية تحقق هاي النتائج اللاعب يحتاج لإلى يعني قبل شوية تكلمنا بأنه اللاعب عنده ملل وضغط كبير عليه وتوقفات كثيرة وبالتالي اللاعب يعني هم بشر يحتاج لإلى ظروف يعني توسعت لهذه العامة ما تتوسع لهذه العامة مستحي تعديل النظام الداخلي ممكن تعديل بعض الفقرات لارضاء الشارع العراقي أيضا هاي يمكن من الأمور اللي طالب بها الجمهور طالبة الأندية وطالبه اللاعبين دوليين بينما يكونون ضمن الانتخابات يعني الانتخابات التحاث القدم لكن أيضا كان بها كانت نفسه حسب كلامك الوضع راح يبقى مثل ما هو عليه من الأربع سنين السابقة راح تصير نفسه أربع سنين قادمة هذا مو أسوأ شكرا جزيلا لحضورك شكرا جزيلا متأسفين على نوعا ما كنا سبيين في هذا لكن هذا الواقع أنا أتمنى أنه يكون الحديث في كل حلقة من حلقات برنامج بالسنتر الحديث عن واقع وليس الحديث عن تمنيات التمنيات شكل والواقع شيء ثاني شكرا جزيلا لحضورك كافر بسام اللاعب الدولي السابق شكرا جزيلا لحضورك في برنامج بالسنتر إذا كنا معكم محبوبة المشاهدين في حلقة من حلقات برنامج بالسنتر على أن أتعذيكم في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة